استعراض غيرتشيكو نود أن نعرفكم خلال هذه الحلقة من استعراضاتنا التعليمية والتحليلية على شركات غيرتشيكو التي تعمل كوسيط في سوق الفوركس هذه الشركة تأسست على يد أليكس كريتشيك وإيفن كورشيني وهما يتمتعان بخبرات طويلة في مجال الفوركس كما تلاحظون فإن الشركة تقدم خدمات مالية متنوعة في مجالات مختلفة حول العالم دعونا نلقي نظرة على الصفحة الرئيسية لموقع الشركة الإلكتروني حيث تجدونها مليئة بالمعطيات المصحوبة بالصور المعنية بالأمر هنا يتسنى لكم أن تقوموا بتحميل MetaTrader 4 يتسنى لكم هنا أن تلقوا نظرة على أسعار صرف العملات الصعبة على المستوى الدولي هذه هي حسابات التداول المعتمدة لدى الشركة وطبعا معطيات أخرى تشاهدون باقة متنوعة من أساليب السحب والإيداع المعتمدة لدى الشركة مثل بطاقات الإئتمان فيزا كارت وكذلك عملات إلكترونية هنا أيضا بعض الرسائل التي تشجع زوار الموقع للانضمام إلى الشركة ننتقل بكم إلى صفحة أخرى حيث تعرفنا على تراخيص العمل الصادرة لشركة كريتيكو حيث أنها مرخصة من قبل اللجنة الدولية للخدمات المالية في دولة بليز كما تلعظون في هذه الصفحة نتحول بكم إلى صفحة أخرى حيث تتضمن معلومات فيما يتعلق بمنصات التداول المملكة للشركة وكما تلاحظون MetaTrader 4 تستخدمها الشركة من أجل التداول الإلكتروني هنا بإمكانكم أن تقوموا بتحميل النسخ المطلوبة من هذه المنصة الرائعة هنا على سبيل المثال نسخة Android أو iPhone وكذلك لأجهزة الكمبيوتر المكتبية هذه الصفحة تقدم لزوار الموقع معلومات فيما يتعلق بحسابات التداول المعتمدة لدى الشركة حيث توجد هناك خمسة أنواع من الحسابات المختلفة الحساب الأصغر الحساب العادي الحساب الفضي الحساب الذهبي وأخيرا الحساب البلاتيني كما تشاهدون فتوجد هناك حدود دنيا لهذه الحسابات حيث يتسنى لكم أن تقوموا بفتح الحساب الأصغر عبر إيداع مبلغ قدره 500 دولار أمريكي ألف دولار أمريكي كحد أدنى للحساب العادي عشرة ألاف دولار أمريكي لفتح الحساب الفضي فتح الحساب الذهبي مرهون بإيداع مبلغ قدره 25 ألف دولار أمريكي وأما الحساب البلاتيني 100 ألف دولار أمريكي فكما تشاهدون قيمة الرافع المالية تبلغ الماء طبعا يوجد هناك حسابين آخرين روبوكس كما تلاحظون روبوكس الأصغر وروبوكس العادي هنا 500 دولار للأصغر والحد الأدنى بالنسبة للحساب العادي 5000 دولار أمريكي كما أن قيمة الرافع المالية تبلغ الماء أيضا هذه الصفحة تتضمن معلومات فيما يتعلق بكيفية القيام بالإيداع وكذلك السحب هنا فيما يتعلق بإيداع الأموال لدى الشركة توجد باقة متنوعة وشاملة من الأساليب المختلفة بطاقات الإئتمان مثل فيزا كارد التحويلات المصرفية وكذلك العملات الإلكترونية مثل سكريل هنا بعض المواصفات لكل من هذه الأساليب فكما تشاهدون بالنسبة للتحويلات المصرفية قد تستغرق العملية خمسة أيام عمل فيما يتعلق بسحب الأموال لدى الشركة أيضا نفس الأساليب متاحة أمامكم هنا الحد الأدنى على سبيل المثال بالنسبة لفيزا كارد دولار أمريكي واحد للسحب طبعا بعض المواصفات الأخرى مذكورة هنا أيضا وأما فإن الصفحة الأخيرة تعرفنا على معلومات الاتصال بشركات كريتيك كو حيث توجد هناك استمارة إلكترونية بغية التواصل المباشر مع الشركة كما توجد هناك أرقام الهواتف وعنوين البريد الإلكتروني العائد إلى الشركة هذا هو عنوان مكتب الشركة الرئيسي في دولة بليز وأما أعلى الشاشة هنا بالتحديد يمكنكم أن تلقوا نظرة على قائمة اللغات المعتمدة لدى الشركة